اشتركوا في القناة ابرز المتصارعين على الساحة السورية تبدو كل منهما منشغلة بتحديد مناطق نفوذها على الارض وبتوظيف القوى المحلية والاقليمية لتأمين هذا النفوذ فواشنطن بسطت سيطرتها على مناطق شرقي الفرات الغنية بثرواتها الطبيعية حيث حقول النفط والغاز والاراضي الزراعية مستندة في ذلك على تحالفها مع المسلحين الاكراد تحالف بالطبع يغضب حليفا اخر لامريكا اثار تركيا في المسلحين الاكراد في سوريا امتدادا لتنظيم البككاكا المصنف ضمن التنظيمات الارغابية في تركيا وكثير من الدول ومن ثم بدأت انقرة حربها ضد مسلحي الاكراد بالتعاون مع الجيش السوري الحر في خطوة بدأت تحديا لواشنطن التي تظهر تبرمها من العملية العسكرية التركية في محاولة للضغط على انقرة لوقفها في المقابل فإن التحالف بين نظام الاسد وروسيا وايران لا يقل جهدا في توسيعة مناطق نفوذه على حساب فصائل المعارضة التي منيت بخسائر كبيرة في الاونة الاخيرة لا سيما في الغوطة الشرقية لدمشق الا ان هذا التحالف بدوره لا يعكس قدرا كبيرا من التوافق بين اطرافه فالاسد يسعى الى البقاء في سدة الحكم وهو في ذلك يستعين بطهران التي توفر له من الدعم ما يوفر لها تأمين ممرها الاستراتيجي الى شواطئ البحر المتوسط في لبنان بينما تفرض روسيا سيطرتها فعليا على المنطقة الساحلية الممتدة من اللاذقية الى دمشق وتنشر بها قواعدها البحرية والبرية والجوية يحدث هذا بينما يغيب السوريون عن دائرة الفعل والتأثير فيما يجري على ارضهم الامر الذي يثير كثيرا من القلق بشان بقاء سوريا في المستقبل كدولة موحدة